السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حاركم يا الصغاري اليوم؟ سنقوم بمهارة جديدة وهي مهارة الإملاء لدرس توماس أديسون ولكن سنتعرف على بعض الأخطاء التي يقوم بها الطالب لذلك سنتعرف على هذه الأخطاء ونكتب كتابة بدون أخطاء هناك الحروف المتشابهة هناك بعض الحروف المتشابهة وندخل حروف المتشابهة هناك بعض الطلاب لا يميز بين نطق حرف التا والدال والتا والطا مثلا عندما نقول طيارة باللفطة ولكن عند الكتابة يكتبها تا مثلا كلمة طبيب هنا يكتبها تا هنا نلاحظ نلاحظ هنا نطق الحروف كلمة تمر دراجة دراجة طبيب هيكرر هذه الكلمات حتى تكون مخارج الحروف بطريقة صحيحة تمر دراجة طبيب هذه الخطوات الأولى ويجب علينا أن نركز على حروف المد حروف المد أسواء كانت طويلة أو قصيرة حروف المد الطويلة وبعض الصلاب تكون حركة معينة فيقوم بتحويلها إلى حركة مد طويلة مثل كلمات رفع رفع هنا حركات المد قصيرة الطالب من الأخطاء التي يقع فيها أنه يكتبها نفس حركة الحرف مقطع المد هذه من الأخطاء الشائعة التي يقوم بها الطالب أما الآن سنقرأ النص قراءة صحيحة دوماس أديسون مرضت أمه في الليل مرضا شديدا أراد الطبيب أن يجري لها عملية جراحية إن الطريق إلى النجاح يحتاج إلى الاجتهاد والصبر والآن سنكتب الكلمة الأولى وهي بعد قراءتنا لهذا النص سنقوم بقراءة بكتابة أولى ما ري نضع الفتحة ما ري ضط نضع الحركة نلاحظ هنا صوت حرف ضط ماري ضط هنا سمعنا صوت التاء كيف سنكتبها؟ تاء مفتوحة أحسنتم ممتاز أمه ضط هنا تاء مفتوحة أحسنتم ماري ضط أمه أقرأها تعالوا نجرب ونكتبها هيا أحسنتم أم نلاحظ هنا صوت الميم هنا حرفين الأول ساكن والثاني متحارك إذن ماذا نضع؟ الشد أحسنتم أمه فننشد على حرف الميم في الليلي في الليلي نلاحظ كيف سأقرأها ثم أكتبها في الليلي هنا نلاحظ قرأنا قراءة وصل لأن هناك همزة وصل أقرأها الليلي في الليلي هيا فنكتبها في في الليلي هنا نلاحظ اللام من حروف اللام حروف اللام الشمسية اللام تكتب ولا تلفظ هنا أضع رحل في اللام الشد الليلي هنا تحليلنا الصوت الليلي هنا نلاحظ قراءة الوصل مارضة هيا فنكتبها مارضة م ر ض هيا حرف الض كما لاحظنا هنا سمعنا في آخر الكلمة صوت النون هل هي هنا نون أصلية أم نون زائدة إذا سمعنا صوت التنوين هنا إذن نون زائدة ما نوع التنوين هنا أحسنتم تنوين وفتح تنوين الفتح هل رحبت بحرف الض هل تأخذ الألف أم ترفضه نعم ترفضه أحسنتم إذن مارضة مارضا إذن نضع ألف تنوين النصب أحسنتم ممتاز إذن هنا رحبت بحرف الض رحب بالألف هيا فنحاول هنا أن نكتبها ش دي ش نرأينا الحركات دي دن هنا الألف ترحب ألف التنوين النصب هل ترحب بحرف الدل أم لا ترحب بها كما تعلمنا إنها جميع الحروف الهجائية تحتاج إلى ألف تنوين النصب أحسنتم فتصبح شديدا نعم ترحب بها ونضع التنوين وألف تنوين النصب شديدا هكذا تصبح ش ديدا أحسنتم شديدا هنا أراد الطبيب أراد الطبيب نظر إلى كلمة الطبيب تعالى لنرى كيف سأكتبها أقول أط أط ط هنا حرف مشدد الط من حروف اللام الشمسية لذلك سأضع لها اللام الشمسية لام تكتب ولا تلفظ أحسن اكتب الطبيب الطبيب عفوا الطبيب كلمة عمليات عمليات هنا تأمر بط ع م لي هيا نكتبها هنا كيف سأكتبها تبع معي ع ع لي هنا للاحظ حرف الياء ياء هنا مشددة إذن ياء الأول ساكن والثاني متحرك نضع الشدة عليها عملي تن هنا هل التاء مربوطة أم تاء مفتوحة هيا فكر معي تاء مربوطة أحسنتم ممتاز وهل التاء مربوطة ترحب تنوين الفتح هيا فحول معي أحسنتم ترحبت بها وسنضعها على التاء المربوطة عمليات عمليات أحسنتم وهنا نتذكر هل هي نون أصلية أم نون زائدة نون زائدة كما في هذه المثال شديدا مرضا عملية هذه نون زائدة وهي تنوين الفتح ممتاز أحسنتم جراحي نلاحظ هنا كلمة جراحية جراحية هيا فنحاول أن نكتبها هنا ج را هنا حرف مد ج را حي هنا حرف الياء مشدد أحسنتم نضع عليه الشدة هنا هنا التاء عند التسكين تصبح ها ولكن جراحية هنا تاء مربوطة هل ترفض أم تقبل التنوين نعم أحسنتم قبلة التنوين جراحية ممتاز ممتاز إن الطريقة إن الطريقة نكتبها هنا هيا انظر معي إن همزت قطع أحسنتم إن النون هنا مشددة إن نضع عليها شدة الأول ساكن والثاني وتحرك الطريقة هنا كما تحدثنا وقلنا اللام الشمسية الطريق الطريقة نضع هنا اللام التي تكتب ولا تلفظ الطريقة أحسنتم ممتاز إلى النجاح هنا قراءة الوسال كما تلاحظ إلى النجاح هنا وصل أوصلت الكلمة إلى النجاح هنا النجاح همزت وصل كيف قرأنا إلى النجاح هيا كرر معي إلى النجاح فإن نكتبها هنا إلى 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 ن هنا حرف مشددة الأول ساكن والثاني متحرك ونراها أنها من حروف اللام الشمسي النجاح حي أحسنتم إلى الاجتهاد والصبر هنا نلاحظ قراءة الوصل إلى الاجتهاد والصب إلى الاجتهاد والصب هيا ونحاول أن نكتبها هنا إلى 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 النجاح حي كما نلاحظ هنا قراءة وصل إلى الاجت هنا حرف الت ال هنا همزة هذا الاجت حرف ماد أحسنت الاجتهاد هيا نقرأ قراءة وصل الاجتهاد نلاحظ هنا والصبر والصبر ننتبه هنا إلى قراءة الوصل والصبر هيا ألفظها أحسنتم ونحاول هنا أن نكتبها والصبر أس كما نلاحظ هنا لام شمسية واللام الشمسية التي هيا من يقول لي تكتب ولا تلفط الصبر أحسنتم ممتاز إلى الاجتهاد والصبر أحسنتم 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 كان تدريبنا لدرس طوماس أديسون كان تدريب لإملاء درس طوماس أديسون هنا يجب أن نلاحظ قراءة الوصل ألف التنوين النصب الحروف المشددة هذه من القواعد الإملائية التي يجب أن يتخذها الطالب حتى لا يقع في أخطاء إملائية وشكرا لكم